اختتمت فعاليات دورة الدبلوماسية العسكرية للأجانب رقم 2 بعنوان MDC 2022 والتي عقدت بهيئة الاستخبارات العسكرية بمشاركة 68 دارسا من 26 دولة وذلك للضباط المرشحين للعمل بوظائف التمثيل الدبلوماسي العسكري وزوجاتهم من كل من إفريقيا وأوروبا وأسيا وأمريكا الشمالية وعقدت الدورة بناء على توجيهات الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لتعزيز وزيادة أفاق التعاون العسكري وتنسيق الجهود والعمل المشترق مع الدول الشقيقة والصديقة في كافة المجالات